قبل ما نبلش الفيديو اذا عجبكم الفيديو يارا تساولي لايك وتشتركون بالقناة اذا كنتم مشتركين وتفعلون زر الجرس حتى يجيكم اشعار من انزل الفيديو الجديد ونبلش الفيديو الطاقة العامة لبرج الثور برج الثور الطاقة العامة قراءتك كله كانت غريبة برج الثور بالفترة حالي طاقتك العامة متركزة على علاقة ثلاثية ممكن برج الثور تكون انت داخل علاقة ثلاثية او ممكن شريكك راح تكتشف عنه وجود طرف ثالث بالعلاقة اللي بيناتكم برج الثور بالفترة الحالية دا اشوف عندك نوع من الهدوء الصمت الترقب برج الثور بالفترة الحالية دا اشوف عندك الحدث عالي عندك طاقة شكوك اتجاه الشرك اللي انت موجود ويا اذا ما كنت انت صاحب العلاقة الثلاثية وكان شريكك هو صاحب العلاقة الثلاثية البعض من برج الثور دا اشوف باخر فترة انتو مكتشفين طرف ثالث او انتو طالعين من علاقة اكتشفتوا انه هي كانت ثلاثية وممكن انتو تكونوا عندكم علم انه العلاقة الثلاثية وانتو جنتوا مستمرين بها فقررتوا انه اطلعون من هاي العلاقة تتخذون قرار انه تنهوها خلي نبلش خدنا نظرة سريعة على الطاقة خلي نبلش القراءة العملية حاليا العمل والمادة والصحة وبعدها يكون التركز اكثر على القراءة العاطفية على الصعيد المالي والمهني برج الثور دا اشوف عدكم سفر بهادي الفترة شنتو انتو منتظرين سفر دا اشوف اكو سفر بهاي الفترة راح يصير وياكم اكو مبلغ مالي صار لكم فترة منتظرينه او قاعد تشتغلون حتى تحصلونه دا اشوف هذا المبلغ المالي راح يجيكم بالفترة الجاية لبعض منكم هذا المبلغ المالي ممكن يكون من شخص خارج القطر شخص بعيد عنكم راح يقدم لكم مساعدة شخص مسافر ممكن يتزيلكم مبلغ مالي او مساعدة على الصعيد العملي والمهني دا اشوفك قاعد اتحس بالفترة الحالية بنوع من الملل والروتين من العمل اللي انت قاعد تعمله انه دا تحس ماكو تجدد بالعمل وماكو تقدم والوضع مثل ما هو البعض منكم ممكن يكون عمله في تراجع البعض الثاني دا اشوف دا يفكر انه ينفي ترك العمل اللي هو موجود به حاليا ويلجأ العمل جديد بس هو ما اخذ فترة ترست بهاي الفترة يريد يحاول انه يضبط اموره بالفترة الجاية ويلقى العمل المناسب وبعدها ياخذ الخطوة البعض منكم دا اشوف عنده طاقة شوية خوف مخاوف انه هو ويترك العمل اللي هو موجود به ما يريد يتسرع بيحاول انه يتخذ الامور شوية بروية بهاي الفترة بس دا اشوف اكو لك انتقالة بعملك بالفترة الحالية البعض منكم ممكن ينفصل او يترك شراكة عمل اكتشف انه هي مو مجدية الا وما بيها نفع شراكة بالعمل ممكن تكون انت وبعدوياك شخص شريك دا اشوف انه ما بينتكم تفاهم انت وهذا الشريك ممكن يكون هذا الشريك عنده نوع من الكذب لوعود الكاذبة او التلاعب او انه هو ما قاعد ينطيك تعبك اللي انت تستحقه ممكن هذا الشخص يكون من نوع اللي ينطيك وعد انه بعد فترة راح يجيك فد كذا مبلغ اوان ينطيك كذا مبلغ والمبلغ هذا ما يوصلك بالوعد اللي هو قال عنده طاقة تأخرات وطاقة شوية مكر وتلاعب الشرك اللي موجود وياك فدا شوف انه على الصعيد العملي ممكن البعض منكم يفض شراكة صار لفترة بها ممكن تكون ثلاث سنوات ممكن تكون اقل او ثلاثة شهر هذي الشراكة اللي راح تفضها راح تكون فضتها دا اشوف خير لك لانه انت على ما اشوف انه اكو خبر راح يوصلك بخصوص هذا الشريك اللي انت موجود وياه بالعمل وراح يصير الاتصال انه راح تقطع الشراكة اللي موجودة بيناتكم وتنهيها وتبلش تدور عمل جديد البعض منكم برج الثور دا اشوف اكو فرصة عمل جايتكم بس شوية راد لها صبر فيها صبر او ممكن انتو تكونون صار لكم فترة طويلة صابرين وهذه الفترة ما للعمل يعني الشغل الجديد او المبلغ راح يوصلكم من بعد الانتظار اللي انتو تشدتم انتظره هواية عموما على الصعيد المادي دا اشوف اكو اكو تغييرات على صعيد العمل واكو تقدم اكو عندك انتقال من عمل الى عمل اخر دا تفكر بيه صار لك فترة جديد ونفس الوقت دا اشوف اكو على الصعيد المادي مبلغ مادي راح يجيك انت منتظره صار لك فترة فالاوضاع المادي مبدايا ممكن نقول يعني انه تكون مستقرة بهاي الفترة عكس الوضع العاطفي اللي موجود اوضاعك العملية دا اشوفها مستقرة اكثر من الوضع العاطفي على الصعيد الصحي البعض معتكم ممكن يكون دا يعاني من اوجاع بقلبه يعني صار لفترة او نوع من الخنقة تصير عنده دائما خاصة بالليل دا اشوف بالفترة الجاية راح تتخذ قرار انه تراجع الطبيب على هذه الالام اللي موجودة واللي صار لها فترة متعبتك دا اشوفك متعب عندك جسدي البعض منكم ممكن يكون متخوف من موضوع عملية ومتردد انه هاي العملية هو يسويها او لا دا اشوف انه انت راح تاخذ القرار وراح تسوي عملية وبعد هذي العملية هي عملية صغيرة ان شاء الله متخوف بعدها دا اشوف عندك استشفاء على الوضع الصحي دا اشوف اكو الشفاء لبعض منكم اللي كانوا يمرون بازمات صحية اكو شفاء اكو اخبار حلوة بخصوص الوضع الصحي بالفترة الجاية نيجي نحكي بالتفصيل عن الوضع العاطفي اوضاعك العاطفية هذي الاسبوعين يا برج الثور دا اشوف هاي كلش متعبة ما عندك استقرار عاطفي ما عندك توازم ان انت قعد تفتقر على الثبات بالفترة الحالية لبعض منكم مثل ما قلت لكم هاي القرارة تكون عكسية ممكن انت اكتشفت طرف ثالث بعلاقتك او ممكن يكون برج الثور نفسه هو العلاقة الثلاثية وهذا اللي ااني دا اشوفه انه برج الثور انت بعلاقة ثلاثية صار لك فترة احتمال صار لك شهر انت دا تفكر بهاي العلاقة اللي انت موجود بها العلاقة الثلاثية وتريد بالفترة الحالية تفضها لانت عبت منها دا شوف اكو اسرار راح تنكشف بالفترة الجاية اذا شنت انت صاحب العلاقة الثلاثية فاخذ الحذر ممكن انه الخيانة اللي انت قاعد تقوم بها بالفترة الحالية تنكشف بالفترة الجاية دا شوف اكو سر راح ينكشف اكو تلاعب راح ينكشف طرف ثالث راح يطلع من العلاقة اكو خروج لطرف ثالث من العلاقة سواء كان انت صاحب انت صاحب الطرف الثالث صاحب العلاقة الثلاثية فاكو احد هاي الاطراف راح تقرر انه تقطعها لان دا شوفك راح تنهي علاقة ثلاثية موجودة بحياتك صار لها فترة شبيرة او اذا شنت انت بداخل يعني الطرف الثاني تعرف انه هو عنده علاقة ثلاثية فدا اشوفه بمرحلة الاختيار وهو راح يقرر انه يوازن بين القرارات يتخذ قراره وينهي طرف من الاطراف وهذا الطرف على الغالب راح يكون انت يا برج الثور دا شوف راح تكتشف عن من خلال المراقبة وكانت عندك التماها يعني مخاوف اوهام بالفترة السابقة بخصوص موضوع العلاقة ثلاثية بس انت شنت قاعد تكذب على نفسك مثل ما نقول الحد ما دا اشوف راح يوصلك مسيج او انه انت راح تعرف شي معين من خلال مراقبتك راح تكشفه تكشف موضوع العلاقة الثلاثية اللي موجودة وراح تقرر انه تقطع علاقتك بهذا الشخص لانه اكتشفت انه هاي العلاقة ما تسوى الانتظار صار لك فترة طويلة انت تنتظر من هذا الشخص انه ياخذ حال او انه يقرر منه يختار ممكن يكون انه يرسم العلاقة بس هذا الشخص عنده طاقة تلاعب عالية وطاقة نارية ممكن يكون برج القوس برج الاسد او برج الحمل لانه طاقة نارية غالبة وممكن يكون ايضا برج هواي عموما دا اشوف العلاقة الثلاثية بهاي الاسبوعين راح تنتهي تماما اكو طرف من الاطراف راح يخرج من هاي العلاقة ودا اشوف انت راح تقرر انه تنهيها او تقطع صلتك باحد الاشخاص اذا كانت انت صاحب العلاقة الثلاثية او بالشرك نفسه اذا كان الشركة واللي قاعد دا اشوف عندك انفصال ويا شخص ممكن يكون برج الجدي برج الجدي بالفترة الحالية دا اشوف هذا الشخص اللي من برج الجدي او الطاقة الترابية ممكن يكون عذراء او ثور مثلك هذا شخص دا اشوفه عندك دا تحس انه هو مقيدك شخص متسلط شخص ما يعترف بالغلاط شخص حتى بمشاعره بخيل ما يعبر عن مشاعره الاهتمام ما لتقليل بك بالفترة الحالية هذا الشخص بينك وبينه كانت العلاقة اه مو صحية انه بينكم تعلق زائد زيادة عن اللزوم هو دائما يحب يفرض سيطرته عليك هذا الشخص دا اشوف ورقته طلعت لي مقلوبة وانت عندك طاقة التحرر راح تتحرر من هذه العلاقة المرضية اللي انت تشنت بيها والطاقة السلبية اللي مسببتها اليك هاي العلاقة ممكن تكتشف الخيانة وبعدها راح تنفصل طبعا القراءة هذه عامة ومستحيل تنطبق على الجميع هي تنطبق على فئة معينة هما القراءة راح توصل الهم وراح يفهموها فمو الكل من برج الثورة اللي يسمع راح يكون اكو علاقة ثلاثية وخيانة هاي طلعت لي طاقة معينة ومتركزة وورقة العلاقة الثلاثية تقريبا كل اوراق طلعت عندي موجودة بالقراءة فطاقة برج الثور هذه الاسبوعين دا اشوفها طاقة الخروج من علاقة ثلاثية متعبة كانت من خليتك تقدر تاخذ قرار دا اشوفك راح تاخذ رست بالفترة الجاية اتعيد التفكير اه تاخذ مساحتك حتى تقرر يعنو دا اشوف اكو فترة شهر كاملة انت راح تاخذها حتى تستشفي لبعض منكم هذا السيناريو اللي صاير كان صاير قبل فبالفترة الحالية هو بلش يستشفي من موضوع هاي العلاقة الثلاثية والعلاقة السامة اللي كان موجود بيها لان الورقة طلعت مخلوبة فانت وردي متحرر من عندها هاي العلاقة صار لك فترة فاللي دا اشوفه عندك تحرر من هاي العلاقة اكو المخاوف اللي عندك هي مخاوف حقيقية الحدث عندك عالب هاي الفترة ثقب ثقب حدثك الاشياء اللي تفكر بيها حاسسات سعين كثارثة مثل ما نقول بالفترة الحالية ما يعني موجودة صايرة عندك طاقة العين الثالثة اللي قاعد تشوفه الاحداث قاعد تحس بالاشياء قبل ما تصير صار لك فترة صار لك فترة يعني من خلال الانسحاب اللي مريت به الهدوء اللي اخدته ممكن تكون صار لك ثلاث اسابيع انت ما اخذ فترة هدوء وده تفكر بينك وبنفسك فالحدث عندك كلش عالي غالبا ما العين الثالثة هذه تنفتح من الانسان يمر بازمة وينعزل بها عن الناس سواء كانت ازمة عاطفية او ازمة صحية او اي ان كان الازمات اللي ممكن يمر بها الانسان بحياته فمن خلال التأمل اللي دائما يسويه والتفكير الزائد اللي انعزال تنفتح العين الثالثة عنده فالحدث يكون عالي تصير عنده طاقة الروحانيات انت طاقة الروحانيات عندك عالية بالفترة الحالية عفون ممكن تكون شنت بعلاقة متعبة وقلت لك كشفت الطرف الثالث اللي موجود كشفت تلاعب هذا شخص اللي شنت تتعاملوا ياه خاصة اذا كانت طاقة نارية او هوائية لانه هي اللي مسيطرة على العلاقة وهنا ندا اشوف ايضا برج الجدي موجود عندي وبرج السرطان ايضا ظاهر ببضوح وبرج الاسد مثل ما قلت لكم برج الدلو ايضا هنا ظاهر فايان كان البرج اللي انتو تتعاملون وياه دا اشوف عدكم طاقة التخلص منها العلاقة السامة اللي انتم موجودين بها فاخذوا الحذر اذا كنتو انتو اصحاب العلاقة الثلاثية حاولوا انو تتاخدون القرار بالوقت المناسب لانو دا اشوف مننا الاسبوع اذا كنتو انتو اصحاب العلاقة الثلاثية راح تكشف العلاقة الثلاثية وشريككم راح ينهي علاقته بكم فإحنا شنقول نقول يعني بنقدر البلد قبل وقوع وعلى بقول إخواننا المصريين فإنتوا هسا أحسن ما يوقع البلد ويصر الموضوع لذا أشوفه إنه لازم لازم تتخذون قرار واضح قرار صريح وقطعي وبخصوص العلاقة الثلاثية اللي موجودة بحياتكم بالفترة الحالية حتى ما توقعون بأزمة بعدين لأنه ده أشوف أكو أزمة راح تسبب لكم تعب أكو طاقة تعناد أكو شخص عنيد أنتم ممكن تكونون يكون هو صاحب العلاقة الثلاثية إذا كان شريككم برج الجدي برج الثور أو برج العذراء بس أنا أشوفه برج الثور برج الجدي هنا طاقته مثل طاقتكم طاقة العناد موجودة فهذا شخص ده أشوفه هو متمسك بيكم رغم الغلط اللي هو مسويه متمسك برأيه متمسك إنه هو مغلطان هو مداش يفروه على غلط بالفترة الحالية رغم إنه هو على غلط ولكن هو متمسك برأيه ومتمسك بالعلاقة الثلاثية اللي موجودة فبالتالي أنتم اللي راح تطلعون من هاي المعادلة أنتم اللي راح تتخلون عن هذا الشخص وتطلعونه من حياتكم لأنه هذا الشخص عنده طاقة الطمع طاقة الامتلاكي يحب يتملك كل شيء هذا شخص قلت لكم طاقته مو حلوة زي السلطة لبعض من عدكم ممكن تكون العلاقة يعني علاقة زواج ممكن يكون الطرف الثاني متزوج أو ممكن يكون قراءة عامة وممكن تكون الرجل فممكن يكون رجل وبالفترة الحالية عنده علاقتين علاقة بزوجته وعلاقة بأكوي يعني وحدة ثانية موجودة بحياته فدا شوف إنه ياخذ الحذر بالفترة الحالية ويحاول إنه يقطع هاي العلاقة بسرعة لأنه هي على وشك إنه تنكشف البعض منكم عندهم مشاكل المتزوجين بالأخص دا أشوف أكو مشاكل بحياتكم صار لكم فترة المشاكل ممكن تكون تخص الوضع المادي دا تصير هواية خلافات بسبب هذا الموضوع بسبب موضوع مادي شاغلكم صار لفترة فدا أشوف بالفترة الجاية أكو استقرار من بعد إحباطات صارت والتأخرات بموضوع معين على الصعيد العملي أو المادي دا أشوف أكو بداية جديدة لكم أكو استقرار مادي راح يجي وبالتالي المشاكل شوية حاولوا إنه لا ضغطون على الشريك اللي موجودوا ياكم بالفترة الحالية من خصوص الموضوع المادي بالأخص لأنه أغلب مشاكلكم دا أشوفها تخص الموضوع المادي اللي موجود بلايناتكم بالفترة الحالية المتزوجين دا أشوف أكو شوية عدم استقرار بالبيت ونوع من التعب صار عندكم طاقة الملل بس هي فترة وتعدي إن شاء الله خلال الأيام الجاية دا أشوف أكو أمور الأمور راح تتحسن راح تصير أحسن على الصعيد المادي أموركم دا أشوفها مستقرة بس شوية صعيد العاطفي دا أشوفها متعب فنصيحتي إلى برج الثور اللي دا تتابعوني حاولوا أن تتخلصون من طاقة العلاقة الثلاثية اللي موجودة وإذا كنتوا اكتشفتوا الطرف الثالث وطلعتوا من العلاقة فعدكم فترة يعني حاولوا شوية تتأملون تستشفون بالفترة الجاية ودا أشوف لكم بداية جديدة وإلكم قرار راح تتخذوا القرار راح يكونوا بصالحكم البعض من برج الثور للعزاب دا أشوف ممكن يجيكم شخص يكون متزوج ومنفصل يتقدم لكم كموضوع زواج بس أنتوا شوية راح تترددون قبل ما تقبلون عرض هذا الشخص اللي راح يعرض عليكم من خلال موضوع الزواج والبعض الثاني دا أشوف منتظرين خبر متأخر عليكم صار لفترة ممكن يكون هذا الخبر من شخص مسؤول بخصوص موضوع عملي أو موضوع مادي معين منتظرينه من شخص مكلفيه بموضوع ومنتظرين خبر عنه دا أشوف هذا الشخص قاعد يماطلوا وياكم هواية وقاعد يطيكم وعود فارغة احذروا من طاقة هذا الشخص إذا كنتم مكلفين شخص بمعاملة أو بوضع أنه يلقا لكم شغل ويطلب من عندكم أشياء لا تصدقون به لأنه دا أشوف عنده طاقة المماطلة دا يماطل بالفترة الحالية هواية كل التوفيق البرج الثور وإن شاء الله الأسبوع يكون حلو عليكم وإن شاء الله تتعافون من كل الأزمات وتستقر أوضاعكم العاطفية والأوضاع المادية انتوني رأيكم بالتعليقات وإذا طبقت عليكم القراءة أيضا كتبوا لي وقولوا لي شنو رأيكم بها وإن شاء الله ألتقيكم في فيديو جديد بالفترة الجاية تحياتي لكم مع السلامة